بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله سوف نقوم بشرح ما يسمى بالPASS BY REFERENCE أو أنا أفضل تسميته الPASS BY SHARING في الميثودز وأيضا لأول مرة في هذا الدرس إن شاء الله سوف ندرس كيف أكثر من Object تتفاعل مع بعضها معظم الدروس اللي راحت من ناحية التصميم التصميم البرامج أو هندس برمجيات كنا نرى Object لوحده نصمم الكلاس وبعد ذلك نستخدم Object واحد في بعض الأحيان نعمل Two Objects من الكلاس ولكن بدون أي تفاعل بين Two Objects هذه بدون ما يكون في بينها أي شيء مثلا ما نقارن Two Objects مع بعض أو ننسق قيم من Object إلى Object الثاني أو حاجات زي كذا ما سوينا أبدا سابقا والسبب في ذلك إن نحتاج إن نتعلم في الجافة المفهوم PASS BY SHARING أو كيف ترس الأبجيكت كـ ARGUMENT إلى METHOD طيب خليوا نشوف المثال الemployee اللي شفناه يعني خلال العدد من الدروس السابقة طبعا هنا سوينا Two Employees مضبوط بغض النظر عن التفاصيل هذه درسنا في الدروس السابقة لكن اللي همنا هنا أننا نبغى نقارن Two Employees مع بعضهم نبغى نشوف هل الemployee الأول مساوي للemployee الثاني أو لا طبعا أول شيء أول سؤالي تبادر للذهن هو مش معنى أن الemployee الأول مساوي للemployee الثاني طبعا بالنسبة لي هنا وهذا هو النظام المتبع في معظم الشركات أنه كل موظف له رقم وظيفي ID ويكون نقدر نقول أن موظفين Two Objects يمثلون نفس الموظف إذا كان الرقم الوظيفي هو نفسه فلو E و E2 لهم نفس الرقم الوظيفي فمعناته أن Two Objects هذول يمثلون نفس الموظف حتى لو كانت معلومات مثلا الإسم أو الراتب مختلف طبعا كون وجود الإسم والراتب مختلف بين Two Objects وهم كلهم يمثلون نفس الموظف هذا خطأ في البرنامج لكن على الأقل كيف نعرف أن أكثر من Objects Two Objects هذولا متساوين أو يمثلون نفس الموظف من خلال أن الرقم الوظيفي عند Two Objects هو نفسه طبعا موك يقول شخصان يقول لا أنا ما أبقى فقط الرقم الوظيفي أبقى قارن الرقم الوظيفي وقارن الاسم أيضا لك الحرية لكن حنا راح نقارن فقط الرقم الوظيفي طيب الآن السؤال المهم أنا كتبت هنا الجملة هذه لكن خلنا نجرب الطريقة العادية عادة إذا بغينا نقارن نقول IfE equals E2 هذه هي الطريقة اللي متعودين عليها للمقارنة بين Two Objects أو عفوا للمقارنة بين Two Variables لكن بما أن Two Objects أو Two Variables اللي عندنا هذولا هم عبارة عن References يمثلون References to Objects فإنه ما يصح المقارنة بين قيم ال References زين أنت تبغى تقارن هل ال ID حق ال Object الأول والEmployee الأول مساوي لل ID حق ال Employee الثاني ليش ما يصلح نقارن بين ال References نفسهم؟ لأنه لا يمكن أنه عندك Two References Two Different Objects في الميموري ويكون لهم نفس القيمة لا يمكن يكون عندك Two References Two Objects في الميموري ويكون لهم نفس القيمة لأن ال References هو عبارة يسجل فيه زي ما شفنا قبل ال References يمثل سهم يؤشر على ال Object ويسجل فيه عنوان ال Object ال References فعليا في الجافة هو عبارة عن عنوان الذاكرة الموجود فيها ال Object حينا نعرف أنه E و E2 هذولا Two Objects في مكانين مختلفين في الذاكرة فلذلك ال References هذولا يأشرون على مكانين مختلفين في الذاكرة أو Two Objects مختلفين فبالتالي قيمتهم غير متساوية إذن هنا عندما نقارن بالطريقة هذه فإننا نقارن العنوان هذا حق الذاكرة بالعنوان هذا حق الذاكرة راح أرسمها الآن عشان تشوفه يعني أو تقتنع بالشيء هذا فإذن هذه الطريقة خاطئة مهم جدا أنك تنتبه للشيء هذا المفروض لما نجي نقارن Two Objects أننا نقارن Data Members حقة الأوبجيكت هذه ال Data Members عندنا في ال Class Employee مضبوط عندنا First Name وال Last Name وال Salary وال ID على حسب اختيارك أنت وعلى حسب ال Business Logic أو طريقة عمل الشركة فحنا اتفقنا أن طريقة عمل الشركة راح نقارن فقط ال ID حق E مع ال ID حق E To هذه هي العملية وراح نضع الشيء هذا في Method بدلا من أن نقول Get ID و Get ID من ال E وال E To نقارن لا راح نخليها Method زي ما سوينا في String يفضل أنه يكون كل Object عنده Method اسمها Equal مضبوط وهذا تقريبا Standard في الجافة كل Object عنده Method اسمها Equal وهذه المثود مهمتها أن نتقارن بين Two Objects من نفس ال Class اللي عندنا طيب فإذن هنا لما نجي نقارن بين E و E To المفروض أن نكتب F E dot equals E To هذه هي الطريقة الصحيحة للمقارنة تمام؟ في هذه الحالة راح تستدعي الجافة المثود Equals هنا مضبوط اللي هي هذه المثود اللي عندنا علمين مظللة وراح ترجع للمثود هذه Boolean True أو False وبناء على ذلك يتحدد هل هل Two Objects هذاله متساوين أو غير متساوين طيب خلونا نشرح كيف تعمل المثود Equals هذه بالتفصيل في الميموري طيب أول شي طبعا حنا عندنا المثود اللي حنا فيها حاليا دائما نبدأ من المثود المين فهذه المثود المين عندنا فيها الريفرنس E هذا الريفرنس E وفيها الريفرنس E2 وعندنا طبعا في الهيب Two Objects هذا الأبجيكت اللي هو الأبجيكت حق الموظف الأول ويأشر عليه E وعندنا الأبجيكت حق الموظف الثاني ويأشر عليه E2 هذا الأبجيكت حق الموظف الثاني طبعا كل الأبجيكت في مجموعة Data Types ما راح أكتبها يهمنا الـ ID فقط الـ ID هنا والـ ID هنا هذا اللي يهمنا وهذا الـ E2 واضح جدا أنه E لا يساوي E2 هذا يأشر على مكان في الذاكرة أو هذا يمثل عنوان في الذاكرة وهذا يمثل عنوان مختلف تماما في الذاكرة تمام؟ لما نقول يمثل عنوان معناته في رقم Integer يمثل العنوان اللي موجود فيه الأبجيكت E2 وهنا في رقم Integer اللي هو الـ E قيمته عبارة عن Integer تمثل العنوان اللي فيه الأبجيكت E ولكننا طبعا ما نستخدم العنوان ما نكتب عنوان وإنما نستخدم السهم عوضا عن ذلك فإذن هذولا E و E2 غير متساوين مستحيل أنهم يتساوون إذا كانوا يأشرون على two objects مختلفين طيب الآن نجي نستدعي إذن حنا الآن هنا حنا الآن في الجزء هذا في البرنامج مضبوط ونبغى نستدعي الميثود equals هذه هي الميثود equals حنا طبعا لما نجي نستدعي الميثود equals لابد أن نستدعيها على أحد الأبجيكت فنستدعيها هنا على الأبجيكت E ونرسل لها الأبجيكت E2 وهذا هو نرسل الآن ريفرانس هذه أول مرة نشوف ميثود نرسل فيها ريفرانس وليس عادة نحنا نرسل Int نرسل Double نرسل Boolean ما سبق أبدا أننا أرسلنا أبجيكت معدى String و String حالة خاصة String يعتبر Object من نوع خاص في الجافة له يعني مميزات خاصة جاي بين الInt والDouble وبين الObjects العادية فلذلك خلوا على جنب String لكن غير String ما كد أبدا سبق أننا رسلنا Objects كArguments تمام فهذا الObject رح نرسله E2 ورح نستقبله هنا كImp من نوع Employee تمام Imp من نوع Employee طيب وشالمقصود بالشيء هذا خلنشوف الآن طبعا أول شيء رح نسوي Activation Record جديد دي الميثود اللي هي Equals فهذه الميثود Equals هذا الActivation Record حق الميثود Equals رح نرسل E2 مكان Imp إذن راح مباشرة يكون عندنا هنا Reference جديد الReference الجديد هذا اسمه Imp تمام وقيمته نفس قيمة E2 بمعنى أنه يأشر على الأوبجيكت هذا اللي يأشر عليه E2 لذلك سميناها أو سميتها أنا Pass by Sharing مشاركة تمام الأشهر الاسم الأشهر هو Pass by Reference لأنك ترسل Reference لأننا نفضل Sharing حتى تتذكر أن الأوبجيكت يكون مشترك بين الTwo Methods هذولي بين المين المين اللي استدعينا فيها Equals وبين Equals نفسها فلو أنك في Equals هنا غيرت في الأوبجيكت هذا عن طريق Imp راح يتغير الأوبجيكت اللي أشر عليه E2 هذا هو شي مهم جدا 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 تمام برضو راح نرسل E زي ما ذكرنا سابقا دائما الأوبجيكت اللي نستدعي عليه الميثود راح يرسل كبرامتر مخفي اللي هو سميناه This فإذن راح يكون عندنا البرامتر This وThis هو نفسه إيش هو نفسه E تمام إذن E أرسلناه هو This هنا عندنا في الميثود Equals أرجو أنك تنتبه للشي هذا إذن لاحظ أن الأوبجيكت موجودة في مكانها ما تغيرت ما نسخناها ما سوينا منها أي شي وإنما فقط شاركناها من خلال أن أرسلنا الريفرانسي الآن نحن نجوه الميثود هذه جوه الميثود Equals بكل بساطة نقول هل this.id يساوي this.id يساوي this.id من مزاجنا هنا الشركة تقول إذا كان الemployees ما يتشابهن أبدا في ال-id فما دم عندنا two objects بنفس ال-employee id معناته من يمثلون نفس ال-employee فإذا هنا هل ال-id حق this يساوي ال-id حق ال-imp هل ال-id هذا يساوي ال-id هذا نعم متساويات إذن return true هذا هو رح يكون return true رح نرجع true رح تكون equals ورح يطبع لنا هنا أنه they are equal الشيء المهم هنا في الدرس هذا هو pass by sharing كيف أننا شاركنا ال-object بين two methods imp with this و-e2 و-e في ملاحظة هنا سريعة جدا لاحظ هنا أننا قلنا imp.id تمام لأنه هذا الكود مكتوب جوه ال-class هذا هو الكود الأصلي بما أن جوه ال-class هنا فإنه متهم من ال-private وال-public بره هنا ما نستطيع نقول e2.id لازم نستخدم set والget بره هنا تمام لكن جوه هنا عادي جدا نستخدم imp.id زي ما نشايف هنا imp.id استخدمنا imp.id واستخدمنا هنا this.id طبعا تستطيع أنك تشيل this هذه مضبوط لأن ما في أي شيء راح يخبط هنا هنا فهنا عادي عارف أن id هو حق ال-object اللي استدعينا عليه method equals اللي هو object e و id الثاني حق ال-imp اللي هو e2 اللي أرسلنا طبعا ممكن أنه نختصر الكود هذا أختم بالشيء هذا ممكن الكود هذا كاملا نختصره بنقول return يعني بدلا من الكود هذا زين لنشطب على الكود هذا أقول return مضبوط id equals imp .id فقط هال عبارة هذه من هنا وحتى هنا زين فقط سطر واحد هذا بدلا من ال-f هذه فكر فيها هذه كيف تشتغل ركز في return ركز في pass by sharing هذه اللي قدامنا كيف ال-references تشتغل عندنا هنا إن شاء الله في درس قادم نكمل على الموضوع هذا ونشوف أمثلة إضافية عليه بمشيئة الله